اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح النشأ من العناصر الغذائية التي تعود على الشعر بشكل خاص بالعديد من الفوائد ونظرا لأهميتها سنقوم بالحديث عن هذه الفوائد بشكل مفصل في هذا الفيديو يعتبر النشأ من افضل المركبات المستخدمة لعلاج المشاكل التي تصيب انواع الشعر المختلفة وخاصة الشعر الدهني حيث يستخدم نشأ الذرة كبديل عن الصابون او الشامبو كونه يعمل على تجفيف البشرة والتخفيف من الافرازات التي تظهر على شكل زيوت وتؤثر سلبا على المظهر الجمالي للشعر وكذلك يمكن استخدامه عن طريق وضع نشأ على فروة الرأس وتركه لفترة معينة ثم غسله جيدا كذلك التقليل من تساقط الشعر الناتج بشكل اساسي عن ضعف بصيلاته وجذوره وذلك نظرا لكونه غنيا بكميات كبيرة من الفيتامينات والاحماض اللازمة والتي تحفز على تقويته وتزيد من طوله وكثافته كما انها تعتبر من افضل العناصر المساعدة على امتصاص الكالسيوم وبالتالي تمنع من تساقط الشعر ويعتبر من افضل العناصر المضادة للأكسادة والتي بدورها تصلح الخلايا المتضررة وتعمل على تغذية بصيلات الشعر مما يجعله اقوى حيث تمنع من تساقطه وتحفظ على اللون الطبيعي للشعر وتزيد من اشراقته ولمعانه كونها تغذي الجذور وتمتص الزيود التي تؤثر على لونه ومظهره الخارجي وتعمل ايضا على التخلص من مشكلة تجاعد وخشونة الشعر ويعطائه شكلا ومظهرا انسيابيا واخيرا لا تقتصر فوائد النشأ على الجلد والبشرة حيث يدخل في العديد من المجالات العلاجية الاخرى وخاصة في مجال تفتيح لون الجلد ويعادة تجديده ويمكن الحصول على نتائج افضل من خلال مزجه مع الليمون لهذه الغاية كما يدخل في صناعة المراهم الخاصة بالجروح انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر